اشتركوا في القناة اي اربع كلمات احنا مش بس منجاوب احنا كمان نراجع بقية الخيرات المطروحة بحيث انك تثبت جميع معاني الفصل الدراسي الثاني فبسم الله وعلى بركة الله نبدأ لا تنسى جماعة الصناعة الاقتصاد المنزل الموضوع مهم جدا بالنسبة لكم الاسئلة المحددة باللون الاصفر هي خاصة بمادتكم من الوحدة التاسعة والوحدة العاشرة وهيك باذن الله تعالى بتسكر علامة المعاني في داخل الامتحان وتعرفوا انت بتجيكم ست افرد تقريبا على المعاني باربع علامات احنا قاعدين نحكي ما يقارب اربع وعشرين علامة بالنسبة لكم جماعة العلم والادبي كل شيء في داخل هذا الفيديو مطالب انت فيه بسم الله نبدأ بالسؤال الاول اي الدراسة هي نشاط طويل الامد كلمة اي بمعنى طويل الامد فانت لست كبيرا بانتبع يعني بغض النظر عن عمرك تقدر تبدأ اي كفاءة عالمي اي بمعنى خارج البلاد هو الشيء اللي بدنا نختاره هو جدا مهم طب في ايش مهم الجملة التانية هتوضح لي اي ان تأكل بقدر ما تستطيع من الخضروات والفواكه هنا قاعدين بنحكي عن التغذية أي مفيد الدورة الدموية أي الجفاف أي بمعنى سجل الإنجاز الخاص بماجد يشير ان لديه الخبرة المطلوبة للعمل المطلوب نزاع وصراع نيجوشيات بمعنى يفاوض كومبريمايز دير لي بالك عليها الكلمة هاي كومبريمايز الى اكثر من معنى قد يكون بمعنى يفاصل او الوصول الى حل وسط او بمعنى المساومة كلمة تكررت كثير راح تلاقيها كمان شوية في اكثر من سؤال يتضمن عمل فاطمة الذهاب الى ندوات علمية ومؤتمرات حول العالم ترجمة سمعات الرأس بمعنى مجزي ان يستحق هذا الشيء والد دام يتحدث عن ما قام بفعله في شبابه السابق يفاوض مستعد او متحضر او جاهز القيام بالعمل الطوع قد يكون أي تجربة مجزية كرير مهنة بمعنى مترجم فوري ترانزليشن اي ترجمة لو كنتم بمكانك اي لكنت قد بحثت عن دورات تدريبية متقدمة مترجم فوري هيدفون سمعات الرأس ترانزليتر مترجم الفرق ما بين انتريبريتر والترانزليتر يا استاذ العزيز الترانزليتر هو الذي يترجم الكلام المكتوب الانتريبريتر هو الشخص الذي يترجم الكلام المحكي اذا هنا الترجمة الفورية او الشفوية وهنا اللي هي الكلمات المكتوبة طبعا جوابنا تنساش سيكون هناك منافسة للشطرنج في مدرستنا نيكست ويك الاسبوع القادم بمعنى مفيد او فائد عفوا بمعنى نزاع او صراع إلى اكثر من معنى قد تكون بمعنى صبور وقد تكون ايضا بمعنى مريض جماعة الصناعي معكم تيجي فقط بمعنى صبور جماعة العلم والادب بدك تنتبه قد يكون معناها عندك مريض او قد يكون معناها صبور لتوها سلمة قد قرأت ترجمة لكاتب امريكي مقال لكاتب امريكي هاي الجملة تحديدا وردت في داخل امتحانات الوزرية اكثر من خمس مرات التعديل اللي فيها مرة يقول لي ما يقول لي امريكا رايتر مرة يحكي لي جابانيز رايتر يا استاذ حتى اللي هي التبديلات في هاي الجملة لا تؤثر على معنى الجملة استاذ سماعات الرأس سمينر اي ندوة علمية سكيور هاي الكلمة راح تتكرر معنا كثير في الأس الوزرية اللي هي معناها آمن بي كيرفول وين يو آن سيدك وسنكون حذرا عندما تجيب على الأسر and try not to make a mistake وحاول ألا ترتكب خطأ ضروري جدا مراجعة الكولوكيشنز اللي موجودة في الوحدة التاسعة يا استاذ العزيز الكولوكيشن في الوحدة التاسعة مهمة جدا لامتحان الوزارة جوين الكولوكيشن تكون جوين اكمبني earn and respect يكسب احترام هنا الانضمام للشركة هنا يكسب احترام ask questions أي يقوم بطرح أسئلة الآن هذا السؤال متكرر عن السؤال رقم عشرة ولكن بلمطية أخرى be careful when you answer the question and try not to أيضا make a mistake المرة الأولى كان معطيني فقط أني أختار كلمة make ومستيك كان بضمن الجملة في سنة الواحد في سنة العشرين عشرين عشرين واحد وعشرين أخذ الكولوكيشن كاملة كخيار earn and respect يكسب احترام make small talk يجري حديثا بسيطا join a company ينضم لشركة لا تنسى اتراجع الكولوكيشن الموجودة في الوحدة التاسعة جماعة العلم والأدب يتراجع الكولوكيشن من الوحدة الثالثة والوحدة التاسعة من الوحدة الثالثة والوحدة التاسعة حتلاقيهم في الامتحان عمل والدي هو عمل مسؤول أو ذو مسؤولية سمينر ندوة كوير مهنة هيدفون سماعات الرأس لانا is a very keen student who asked a lot of questions keen بمعنى مهتم هي طالب مهتمة جدا أو قد تكون بمعنى متحمس جدا هيدفون سماعات الرأس teacher معلم وأيضا effect بمعنى يؤثر تستطيع أن تزيد your employment prospects كلمة هاي جميلة جدا أي فرص العمل تستطيع زيادة فرص العمل by having an international degree عن طريق حصولك على درجة دولية life long طويل الأمد academic academy compulsory بمعنى الزامي أو إجباري obligatory or required لا تنساها الكلومة هاي الجمل اللي موجود عليها التضليل اللي باللون الأخضر أستاذ خطأ وجودها هون هي جمل من الفصل الدراسي الأول علمي أدبي مش هيفرق عندك أي شيء صناعي الجمل هاي انت غير مطالب فيها in 1965 CE the average jordanian's life expectancy متوسط عمر الفرد الأردني أستاذ was age 50 كان لسن الخمسين في الخمسة والستين كان متوسط عمر الأردني خمسين عام work first القوى العاملة infant mortality معدل وفيات الأطفال health care الرعاية الصحية تنساش جوابنا صحيح هو D أستاذ my grandfather was very ill in hospital أي جدي كان مريضا جدا في المستشفى he suffered from variety of ailments كان يعاني من العديد من الأمراض لمس الأطراف options الخيارات commitments أي الالتزامات من كلمة commitment التزام عندما تستطيع أن تثبت أن لديك خبرة you have track record فأنت لديك سجل إنجاز track record سجل إنجاز نالواحد التاس أدير بالك سلس بيتش خطاب الباية package holiday عزمة رحلة target market أي سوق المستهدف المعلم قد اختبر طلابه بالدروس السابقة negotiate يفاوض patient حكينا إليها أكثر ممعنى قد تكون صبور وقد تكون مريض conflict نزاع أو صراح means someone who has finished their face degree الكلمة اللي بنختارها تعني أن شخصا ما قد أنهى الدراسة الأولى أي الدرجة العلمية الأولى والمقصود فيه هنا face degree البكالوريوس خلص دراسته الجامعية وهو يستمر ويستمر في دراسة الماجستير أو الدكتوراه وهو وكلمة أستاذ معناها إما دراسات عليا أو قد يكون معناها طالب دراسات عليا معنايا إلا طالب جامعي أو الدراسة الجامعية هو جهاز المحكاة أي بمعنى مشتقة من كلمة المعلم الذي يدرس مجموعة صغيرة من الطلاب لمجموعة كبيرة من الطلاب معلم مختص في مجموعة صغيرة من الطلاب قد تكون معلم خصوصي أو لغاية تسع طلاب فقط لغيره كلمة بمعنى اللي هي مشتقة من الأمور التعليمية أو البرامج التعليمية لم يتم قبوله في الشركة لأنه لم يكن مؤهل بشكل كافي أي مصاب بالجفاب أي تعطينا بعد بالمسافة أحد التالي هو الأقل أهمية أو ضرورة أحد الأربع خيرات التالي هو أقل شيء من حيث الأهمية في اجتماع الأعمال هل هو أن يكون جاهز للأسئلة المفصلة لا هاي شغلة مهمة إجراء حديث بسيط أيضا شغلة مهمة لما تبدأ مقابلة عمل أو اجتماع أعمال لازم تجري حديث بسيط في البداية اللي هي وأقل ضرورة هي أحذر منها بالفقرة أنه أصلا يجب عليك يجب أن تتجنب قول النكات في داخل اجتماع العمل أو حتى مقابلة العمل عندما تكون جاهز لشيء فأنت متحضر له جوين أي انضم كسب اي فاوض رغبة أو أراد أن يفاوض على سعر السيارة يسبب استاذ مشتقة من كلمة بمعنى يؤهل بمعنى المؤهل يا أستاذ اللي هي مشتقة من كلمة اللي هي الأسمدة يا أستاذ أو معنى يسمد أي دول الخليج تحتوي على أكثر احتياطية النفط في العالم يث الشباب ونغوشيات بمعنى يفاوض 25 جملة الأخيرة بها الصفحة العديد من الدول لها حكومة مركزية ولكن لديهم مجالس محلية around the country يفاوض يساوم يصل لحل وسط قد تكون بمعنى يفاصل يفاوض المرة الثالثة تمر معنا بمعنى المترجم الفوري الكلمة التي تعني أكلاس هو عبارة عن صف وقد تكون مجموعة دراسية وعادة ما تقدم كنوع من التدريب وهي الندوة العلمية ترجمة هاي الكلمة كثير طلاب بيقولك إنه هاي الكلمة أول مرة تمر علينا وهي نجاعد بقول لكم نبهك عليها سيرفير تم ذكرها على شكل جملة في داخل الكتاب وذكرناها بالوحدة العاشرة في أحد الصناديق تبعت معاني الكلمات المشتقة من كلمة سيرفاينج اللي هي دراسة مساحة الأراضي وسيرفير هو مساح الأراضي يا أستاذ بعد حديث طويل الجانبين توصلوا إلى مساومة أو حل وسط اختراع يث الشباب أي بمعنى ينجح بعد الحديث سيكون هناك فرصة لطرح الأسئلة عن أي شيء أنت لم تفهمه دير بالك كمان مرة بنبه على موضوع المتلازمات خاصة لموجودة في الوحدة التاسة على طلاب الصناعة والاقتصاد المنزلي والوحدة الثالثة لطلاب العلم والأدل شيكانز يصافح يرتكب خطأ أي بمعنى يكسب احترام الناس الذين يحترمون أنفسهم سرعان ما يكسبون احترام الآخرين شيكانز يصافح يطرح أسئلة ينضم لشركة تجد مروة أن عملها ممتع ومجزي كلمة بمعنى مجزي أي يستحق العمل لأجله ترجمة المؤهلات سماعات الرأس إحنا ركبنا أو ثبتنا ألارم أي جهاز التنبيه لجعل المنزل سكير أي آمن مترجم محلي سمينر الندوة العلمية بمعنى هالمرضى وقلنا بمعنى مريض أو صبور هنا بمعنى مريض التغذية الجيدة هي مهمة للمرضى ليتعافوا بشكل أسرع الدورة الدموية من الهيمنة والسيطرة أستاذ التركيز أطفال المؤدبين الذين يتصرفون بشكل مهذب لا يسببون الإهانة أو يزعجون يبدأ يعقد صفقة يأخذ استراحة وحط اللي خطحت كلمة هل لديك دروس في الموسيقى في عطلة نهاية الأسبوع يمكن أن نستبدل هذه الكلمة كلمة بماذا بكلمة لأنها بتعطي النفس معنى كلمة اختياري أقلية وعكسها كلمة أغلبية أي بمعنى دافع يا أستاذ رشيد لتوه قد تخرج أو غادر المدرسة نخلص دراسه في المدرسة هو الآن طالب جامعي كلنا دراسة جامعية أو طالب جامعي دراسات أو طالب دراسات عليا دبلوم الدبلوم شهادة الماجستير سؤال رقم ستة وثلاثين أستاذ العزيز كثير طلاب بيخربطوا فيه وكثير طلاب بيقول لك هذا السؤال من وين إجا فيه داخل الكتاب ركز معاي منيه أخذنا اللي هي فقرة أو تمرين على شكل تقديم لطلب توظيف من ضمن هذا التمرين كان في عنا فقرتين وكان في بعديهم سؤالين إملأ فراغ تم تحويل أسئلة إملأ الفراغ إلى أسئلة ضع دائرة في داخل الامتحان وهذا الموضوع في السنوات الأخيرة صار يتكرر أستاذ عشرين اثنين وعشرين قاعدين نحكي هذا الحكي ورد لجيل الفين وخمسة يعني السنة اللي فاتت دير بالك الله يرضى عليك فاطمة خالد Arabic teacher at my secondary school أعطاني هاي الجملة الآن هاي الجملة في داخل هل تشكل السماعة الشخصية ولا تشكل تفاصيل التواصل ولا تشكل المعرف وقلنا كلمة تعطيني معنى مرجع أو مؤرف في مادتنا معناها معرف ولا أستاذ للخبرة العملية طبعا بحسب فاطمة خالد ووظف لي ما هو عملها فإذن هي المعرف الممكن أنا أرجع إلها عشان أتصل عليها وأسأل عن الشخص اللي قدم طلب التوظيف حتلاقي هذا السؤال تكرر ولكن على مضمون مختلف عندما يمكنك أن تثبت أن لديك خبرة عملية طبعا عندما يمكنك أن تثبت أن لديك خبرة فأنت تثبت أن لديك تفاصيل التواصل يسبب إهانة خطاب البيع الله يرضى عليك لا تنسى أنه في داخل المكثف رح تلاقي فيه عندك جميع كلمات المادة موجودة ضمن جدول معين إنجليزي عربي أستاذ العزيز وأنا حكيت بما يخص موضوع المكثف الطالب اللي هو متوسط فما دون ضروري جدا أنك تدرس على هذا المكثف طالب أنت شاطر معاك وقت أستاذ أنك تراجع المادة لحالك المكثف بتجيب الورق منه وتحلو أما إذا بدك تختصر الوقت وأنت مضغوط في مواد ثانية توفر وقت الإنجليزي لمادة ثانية بتجيب المكثف عشر ساعات بتكون خلصت مكثف من حيث القواعد يا أستاذ العزيز والماد المشترك ما بين فصل أول وفصل ثاني أما بالنسبة للفقرات فمضمونها تقريبا ثمن أو تسع ساعات أستاذ العزيز بتدرس منه فقط الفقرات اللي عندك مشكلة فيها مش بالضرورة تحضر كل الفقرات طالب متوسط أو أقل لا بتتابع كل فيديوهات المكثف كاملات لا تنسوا في فيديو نزلتلكم عن القواعد العكسية هذا مهم جدا أنك تحضروا جمعة كل القواعد العكسية في المادة موجودة على بطاقة المكثف وعلى البطاقة العادية أستاذ صلي على الرسول ونستكمل في سؤال ثمانية ثلاثين قبل أن يبدأ الحديث الضروري أو الجدي عادة ما يجر الناس حديثا بسيطا عادة ما يكون عن الطقس يسبب إهانة أي يرتكب أخطاء يصافح فاطمة موسى عمل فاطمة موسى يتضمن الذهاب إلى مؤتمرات مهمة وندوات بمعنى يصدر بمعنى كين لها أكثر من معنى ولكن كلياتهم برجع نفس الشي مهتم بي أو متحمس لشيء معين كلمة كين كلمة انثوسيستيك كين وانثوسيستيك بيعطوني نفس المضمون أستاذ بمعنى متحمس رح تمر معنا كمان شوي كلمة انثوسيستيك يجب أن تثبت أنك أنت سائق كفر قبل أن تحصل على رخصة القيادة الخاصة بك يستورد المشالب يمشي على رجليه موجودة بكلمة هاي في الوحدة الرابعة أستاذ بمعنى يروي أو يسقي طارق هاز اللي هي طارق لديه مؤهل علمي في الصحافة وعمل في مجلة علمية بمعنى يفوق من الوحدة الرابعة أي بمعنى شركة كبرى قد تكون أو بمعنى يساهم أو يتعاون أستاذ تطوعي أحصل على شعور كبير بالرضا أو الارتياح بعد عمل يوم متعب ترجمة عمل أو وظيفة اجتماع تأكد من أن كلمة السر الخاصة بك على المواقع الإلكترونية أو على الانترنت هي سيكيور أي آمنة كونفليكت بمعنى نزاع أو صراح أجريمنت تعطي معنى الموافقة هيدفونز سماعات الرأس هي فترة زمانية ذات أمضها شخص ما بالعمل في مكان معين يعقد صفقة يخبر أو يقول نقطة وهاي مرتبطة مع كلمة حفظها دير بالك خاصة طالب لعنده ضعف أي بمعنى مخلوق أو مصنوع بشكل صناعي بمعنى صناعي كلمات الوحدة التاسعة والوحدة العاشرة مهمة جداً ومتكررة جداً في الامتحانات لدي شعور كبير بالارتياح بعد عمل شديد أو عظيم أو صعب أو كبير في مشروع التخرج الخاص به بمعنى آمن بمعنى مجزي بمعنى حي الضمير حي الضمير أي الوعي البيئي قد ازداد درماتيكلي بشكل كبير في العقد الماضي وكلمة عقد نبهن عليه معناها عشر سنوات أي بمعنى استخراج من مشتقة من كلمة نيجوشية يفاوض قابل للتفاوض يعني ممكن أني أحكي فيه قابل للتفاوض أي تقليل تقليل مستويات الفقر هي أولوية من سياسات الدولة المحلية تخفيض مستويات الفقر من سياسات الدولة المحلية المترجم الفوري بيشنت صبور أو مريض بمعنى علامة آية موهبة آية هي فخورة أن كلا طفليها لديه موهبة في الكتابة أو الرسم بمعنى انبعاث أستاذ بتكون بمعنى بصمة ولكن احنا عنا مرتبطة مع اللي هي انبعاث الكربون ريجونال بمعنى محلي كونفليكت نزاع أو صراح يبدو أن رئيسنا في العمل هو متحمس عن العمل الجديد أو المشروع الجديد ترينينج بمعنى تدريب تقدم معنى علم الرياضيات كن لطيفا وحاول ألا تسبب إهانة أو تزعج أي شخص خلال الاجتماع خبرة عملية سجل الإنجاز صفر نفايات وردت في فقرة مصدر وتكررت كثيرا هاي الكلمات في امتحان دائما لما تيجي تراجع المادة أي كلمتين مرتبطات هي عبارة عن متلازمة أستاذ أعطي تركيز أكثر عليهم أعطي تركيز أكثر عليهم وحل أسئلة كتابك كلياتهم يده بتمرينين اللي موجودات في داخل الوحدة التاسعة أستاذ وتمرين في داخل الوحدة الثالثة جماعة الصناعي الاقتصادي المنزلي تمرين املأ الفراغ اللي موجودات عندك في الوحدة الرابعة والتاسعة والعاشرة ضروري جدا ترجع تعيد حلهم مرة ثانية ركز على أسئلة الكتاب واحد وخمسين للمرة ستة مليون تتكرر هاي الكلمة الشعور بالرضعة والارتياح المعرف يصدر جيومتري علم الهندسة أتوقع الصفحة الأخيرة معلم يعتقد أن تدريس اللغة الإنجليزية هو عمل مجزي كيميائي يستورد المشا من المهم أن تشرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف بمعنى تعاون كلابوريشن الزعب شو معناها؟ تعاون ثم مرة احنا نمر معنا شو يعني كلمة ايش؟ كلابوريشن هاي كلابوريشن التغذية الدورة الدموية طبعا هي هون في ناقص سبجك إن أردت أن تخسر وزنك أستاذ يجب أن تقوم بعمل التمارين الرياضية المتلازمات اللي موجودة أيضا في الوحدة التاسعة وحدة السابعة عفوا هو تمرين واحد جماعة العلم والأدب يهتموا فيه منيحة اللي هي تبع دو سبجك بمعنى يدرس يبدأ اللي هي مرتبطة مع يقوم بوضع جدول زمني أو جدول دراسي تجب أن تجيب على جميع الأسئلة بشكل صحيح وحاول أن تتجنب الأخطاء يحدث فرقا يكسب احترام ينضم إلى شركة لاحظ عدد الكلمات المتلازمات اللي بتجي في إمتحان الوزارة كبير إلي من أول فيديو أنا بقول لك دير بالك على المتلازمات تكرر هذا سؤال ستمائة مرة نحتاج لأن نقرر مرتبطة مع أربع أو خمس جمل موجودة بالوحد العاشرة دير بالك عليهم اللي هي الأفعال المركبة المرتبطة بحروف موضوع حتافه جدا وقاعد بيجي في الوزارة هي من الواضح من السيرة الذاتية كلمة in closed بمعنى المرفق جماعة العلمي والأدبي كلمة in closed إلها معكم معنيين جماعة الصناعي معنى واحد فقط in closed بمعنى ألف مرفق مع العلمي والأدبي in closed معنين في الوحدة العاشرة بمعنى مرفق ولما مرت معنى في الأدب تعطيني بمعنى محصور أو مطوق محصور أو مطوق بمعنى surrounded أي محاط قوى العاملة حرف واي هو الناقص اللي هي معدل وفاة الرضع أي خطاب البع لما يكون في عندك صفات أستاذ وبيسألك إنه هاي في الصيرة الذاتية داحت إيش بدها تكون كل ما يكون في عندك صفات أول شيء إنك تفكر فيه السمات الشخصية أو السمات الشخصية سفاصيل التواصل المعرف الخبرة العملية لما يكون في عندك سنوات يعني في عام كذا وفي عام كذا أستاذ سنوات بتكون بدلني على سنوات الخبرة لما يكون في عندك صفات بتدلك أستاذ على لما يكون في عندك وظيفة في داخلها أستاذ بتدلك على إنه بيكون راجعهم سؤالين تبع هشام وطارق حكيم أستاذ في الوحدة العاشرة على شكل املأ فراغ بعد قطعة تقديم لطلب توظيف في كل مرة يلتق فيها المجموعتين لا يتفقان ويتجادلا أعتقد أن بينهما صراح أو نزاع ترجمة حي الضمير ستلاف مليون مرة صارت مرة معنا مريض أو صبور اللي هي المواد البترولية هي الصادرات الرئيسية في المملكة العربية السعودية بمعنى محلي يترجم متحمس أو مهتم سامي لا يمكن أن يتعامل مع الظروف والأوضاع الجديدة بشكل ناجح هو غير متأقلم بمعنى سابق كارير مهنة مجزي لتكسب ثقة صاحب العمل اللي انت بتشتغل عنده تحتاج بأن تثبت بأنك أي بأنك مسؤول من معدن مسيطر أو مهيمن وعندك بمعنى علم الرياضيات ماتماتيكس آخر سؤالين معنا أنا كتبت العديد من السيارة الذاتية ووضعت عمي كريفرنس أي بمعنى معرف موهبة لزير احتياطي أتشيف منت إنجاز راكان هز جست رد السؤال للست مليون مرة يتكرر جوابه ترانزليشن راكان هز جست رد اترانزليشن آخر عن طريق مؤلف روسي وهيك لله الحمد حلينا جميع الأسئلة الوزرية على موضوع ضاع دائرة لمعاني الكلمات للفصل الدراسي الثاني والفيديو السابق كان خاص بالفصل الدراسي الأول الإجابات النموذجية موجودة عندكم قد يكون أحد الإجابات النموذجية أو أكثر فيها خطأ في نقل الإجابة دائما الله يرضى عليك من أول ما بدأنا حل سلسلة الأسئلة الوزرية وأنا بقول لك اعتمد الحل اللي أنا بحلل لكها في الفيديو قد يكون الجواب أنا حل سيت لقيه هنا بي بكون خطأ في نقل الإجابة الله يرضى عليك اهتم في هاي الصفحات ارجع عيد حلهم لحالك مرة ثاني أستاذ العزيز الكلمات هيك منكون غطينا جميع كلمات المادة فصل أول وفصل ثاني لا تنسى ملخصهم موجود أيضا في داخل دوسية المكثف اللي هو بالجزء الثالث من المكثف ومراجع وقيل لك كمان شو الأخطاء اللي ممكن توقع فيها في داخل امتحان الوزارة الموضوع مش بسيط الموضوع فيه تقريبا لجماعة العلم والأدبي من ستة عشرين علامة جماعة الصناعة والاقتصاب المنزلي من عشرين لأربعة وعشرين علامة أي سؤال عندك تنساش لقربات موجودة بتبعت لي أستاذ بس اتحملني في وقت الرد قد يكون عدد الرسائل كبيرة جدا شير هذا الفيديو لأصدقائك ابعت اللينك على قربات المدرسة اللي موجود عندك الموضوع ممكن تفيد في غيرك الدالة على الخيري كفاعلة يعطيكم ألف مليون تريليون عافية وكالعادي بنختم فيديوهاتنا وسلسلتنا بسم الله على الغايات حتى نصل بسم الله على الأحلام حتى نراها سيف عوامر جو أكاديمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر